وفي علاقة بالموسم الفلاحي يشتك فلح جهة باجة من تعطل قبول منتوجاتهم الوفيرة من قبل مراكز تجميع الحبوب بالولاية أمر أثر سلبا على سير عمليات الحصاد وزاد من كلفته في وقت يؤكد فيه ديوان الحبوب توفر الجهة على طاقة خزن كافية لاستيعاب المنتوج توابير من الشاحنات والجرارات الفلاحية تنتظر منذ الصباح الباكر أمام مراكز تجميع الحبوب باجة جراء توقف هذه الأخيرة عن قبول كميات الحبوب الواردة عليها بعد أن استوفت قدرتها على التخزين الأمر الذي أذر بمصالح الفلاحين وأثقل كاهلهم حصدنا جبنا بوسائل النقل متاعنا للسانتر بشي يقبلوا علينا إلا ونجوهم عبي برشا مثلا ماشي قبول والقبول هذا كي يولد تعطيل وتشوفوا كما تشوفوا طوى بارك الله صف كبير ياسم تحت تركتورات وبالنسبة للحسيدة أنا كافلاح قاعدة الماكينة تستنى والساعة ب120 دينار مصباح مثل مانية نجو لنايا ومعنى شادين الصف نوصل الحاليات لخمسين تركتور معناها ما يتخرج منها حتى تركتور ومعنى كنا تبقى حابسة كنا وجهنا رسالة وأنه بجد والحبوب وزارة الفلاحة يعملوا لجنة متابعة وطنية خالية معناها بجد تبعث الكاميونات يهزوا القمح من الصناتر وماذا بينا زادت تدخل تع النقل الحديدي كما كانت السكة قبل النقل الحديدي كان يمثل قبل 40% و45% تويك تراجع لعشرة في المية بعض أصحاب مراكز تجميع الحبوب بباجة من جهتهم أكدوا على أهمية إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة حتى لا تتكرر مثل هذه الصعوبات كلما كانت الصابة قياسية حملنا جملة هذه المطالب إلى رئيس ديوان الحبوب بباجا فأفادنا بما يلي إشكاليات عديدة تزامنت مع ذروة موسم الحصاد مما قد يؤثر سلبا على نسق تجميع وتخزين الإنتاج بولاية باجا شواغلي الاجتماعية الآن بين الإعاقة والحاجة والعزلة تقلب عائلة أغلب أفرادها من ذوي الحاجة الخاصة تقلب أيامها ثقال في كوخ يفتقد لكل مرافق الحياة الأساسية بمنطقة بيرعمير من معتمدية رمادة بولاية تطوين تعيش العائلة ولا معيل لها غير قريبة وهبت جهدها لأبناء أخ أنهكه المرض والمعاناة أن تزور هذه العائلة في منطقة بيرعمير من معتمدية رمادة يعتصر قلبك ألما ووجعا على حالها ثلاثة رجال وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم فقدت بصرها وأب يعاني من اضطرابات في الذاكرة بين هذه الجبال وعلى هذا الصفحة استقرت هنا العائلة اضطرارا لاختيارا لأن ما يعيشه محمد أحد أبنائها ما يعيشه يوميا يختزل الحكاية في هذه الصورة حكاية دعب أرهقت الأمة كثيرا تعبت عادة نوكل فيهم ونسكي وسيدهم لأن كان صحيح زاد يقضي وزاد يومونتهم ودنيتهم وكل وحتى عادة كل شيء أمتهم زاد الفارع فيهم عمة نظرت حياتها لخدمة أبناء أخيها نست نفسها من أجلهم فقط ليس مسلمة فيهم أنا أبوياهم عائشة أبوياهم كل شيء نتعب عليهم وننظف فيهم والريقل فيهم وراهوا كشمين ونبع عليهم رب ولأن وشائج القربة كبيرة بين أفراد هذه العائلة فإبنة الأخرغم صغر سنها أصبحت حكاية أعمامها جزءا من حياتها اليومية وأمانيها صغيرة أمام حجم معاناتها عائلة في أيام الحر والسقيع قد يكون مصيرها في محب الريح إن لم تجد من ينتشلها من هذه الوضعية فهل من مجيب ترجمة نانسي قنقر